السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي محبب بكم فيديو جيد على قناتكم أحلام تافي أخواتي سوف نشارك معكم سطبيق الناجح من أول تجربة الحلوة الغريبة أو للبهلة بالفيرمي سال تشكولات والقرفة رائعة من روائع الشف سلوة من قناة دليل سلوازال الصراحة رائعة جدت هاد الغريبة كيف ما كنتشوفوا أخواتي فهي أول تجربة لي كنتجي ما شاء الله كلها مشقة مع كل أسرار بتشكيق لنا غريبة خاصة المبتدئات فمن هناك نصح كل أخت مبتدئة بغيت تجربي هكا شي حلوة أولا تدريها فدخلي على هاد القناة لأنه ما شاء الله كل كل وصفتك كي يصدقوا من أول تجربة فنتمنى إن شاء الله تزوروها غد نخليكم إن شاء الله الرابط ونتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله بالنسبة المكونات كيف ما كنتشوفوا أخواتي يعني مكونات ليها قليلة بزاف يعني ما غديش نحتاجي بزاف ديال المقادير في هاد البهلة فكتجي رائعة طراحة يعني أنا عجبتني بزاف فكيف ما شفتوا يعني عندها مكون إضافي اللي كنزيدو على هاد البهلة وكي يعطيها يعني واحد نسمة رائعة ومختلفة فهو الفيرميز تلت شكولات عندي نسكاس وكذلك القرفة تجي رائعة صراحة به هاد جوش المكونات اللي كنضيفو فهنا بنسبة المكونات اخواتي عندي زلافة ديالزيت قدها ديالساني دا أنا غدي نقص شوية لأن هاد الحلوة صراحة بغاها الوالد ديالي اللي يحفظو وغدي نقص لأنه هو دجامريد غدي نقص سكر هنا عندي كذلك خمسات لمعالق ديالنيدو عندي نسكاس ديالفيرميز تلوضاتو من قبل في المجمد ضروري هاد الخطوة باش ميدوبش هنا غدي ناخد نص معالقة صغرات القرفة وهنا بنسبة للطحين فعبرت ثلاثة ديالزلايف يعني زلافة زيت زلافة ديال السكر وثلاثة من دوك زلايف ديالطحين كذلك عندي الفاني وجوش خمارات نبدو على بركتي الله أول حاجات سناخد القصرية ديالي فهد البهلة سهلة كيف ما شفتو ما فيها لابيض لا تشي حاجة لازبداء فكيف ما شفتو نقص شوية ديال الساني دا والدي ديالي مريد بسكر لا يشافيه ويشافي جميع يا ربي جميع المرضى فضروري نقص شوية هكا كيشربها معاقه ومرة مرة يعني معاقه ومسوسة فا اه يعني تشهها مسكين هاد البهلة ولقد صراحة هاد هاد تريقة ديال الأخس انا صراحة في مكان مغن نجربش حاجة لأول مرة خصوص الحلوات الحلوية عفوا البلدية تقليدية ديالنا فكندخل على هاد القناة لانه ما شاء الله كنتعطيه بزف بزفت الاسرار يعني ما شاء الله عليها شفتو سراحة قناتها متنوعة بين طبخ بين يعني حلويات بين يعني ما شاء الله كل شي كاين فيه و اي حاجة جربتها فكتدق من اول تجريبة فانا ماشي اول صراحة بره كنجرب لها فهدي يعني جربتها صراحة جحل من وصفة وهدي انا قلت غادي ندخل نجربها يعني بعيني مغمضيني انا دجا عارفة يعني وصفتها كيزدقو وعاد خلاص كتعطيك الاسرار هنا اخوتي كيف ما شفته وضعت الزيت الثاني داخلت مزيان كذلك الفاني وبنسبة للحليب بودرة او الحليب مجفف خمسات المعالق فانقدرون نستغنو عليه ولكن كيعتصراحة واحد نسمة زوينة واحد تعليكة في دي قريبة كتجي زوينة بزاف هنا كذلك وضعت معالقة صغيرة دي القرفة فانقدرون نستغنو عليها كتبقى مكون اضافي هنا كنخلطو بهد طرب اليداوي نقدرون نخلطو بدينا يعني غير في الاول كذلك نسلسل لبنات واحد قبيصة من الملحة يعني باش نموازنه الضوق ضروري كتعرفو في جميع الحلويات كيخصنا ضروري يعني كنحيدو دي قلب سولية دي الساندة كما كنقولو فكنضيفو واحد رشة من الملح هنا اخواتي بعد ما اخلط المكونات قريبا السائلة كاملة مع ساندة يعني عفوا عندي اغرز زيت لسائل فخلطت الساندة والزيت كذلك كالفاني والقرفة والحليب المجفف فالان غادي ان شاء الله نبدأ نضيف الدقيق على دفعات كيفما رشتو عندي ثلاثة ديال الزليف اللي قد ثاني دا قد زيت فغادي نضيف على دفعات الدفع الأولى ونخلط شوية نضيف الخمارات وعاد نضيف الدفعات الثانية والثالثة ودائما نضخيق على البنات كيبقى عين ميزاننا كتعرفو انها الغريبة يعني خسنا نضخلو فيها الدقيق حي تخصت تدلك كالي كيدلكها كالي كي يعني كتكون عارف داجها القوام ديالا كيفاش خصت تكون ولكن يمل احسن تدلك باش كما قالت الاخت سلوه في الفيديو فكلما تدلكات فكتجينا يعني مشقة بزاف وكتعطينا الطوع باش نجمعوها احنا اخوتي بعدما ضفت الدفع الأولى كيفما شفتوا راني حاولت نجمعها كتجي ما شاء الله مرملة غادي نضيف كذلك الخمارات الخمارات الضروري نغربلوهم يعني حس كيكونوا هكا دبا مع البرد والرطوبة تكونوا شوية بحلة محجرين فضروري نغربلوهم باش مكيبقاش فيهم داك التكلوية التحت يعني عاد داك ساعة نكملو نكملو ان شاء الله الدقيق ليس بقا فغادي نضيفو كيفما شفتوا اخوتي كيبقوا داك الحوبيباس ديال الخمارات داك شلعش ضروري خص نغربلوها وغادي نضيف ان شاء الله الكاس ديال او نس كاس ديال الفيرميسيل لكيفما ذكرت اخوتي ضروري كيخص يكون قبل ما نبدو يكون مديور واحد ساعة قريبا في المجمد علاش باش ما كيدوبش لنا املي كنكونو كنخدموه كتعرفو مع الحتكاك مع الحركة كتكون واحد سخونية فكتدوبو يعني كيدوب فاصل موت جينا لاجينا كلك حلا بها الطريقة اللي ما تيدوبش كيبقاها ككشد فراسو لانه داك تيكون يلا كياخد لنا الحرارة تيكون مكونجلي يلا كياخد لنا الحرارة اللي احنا تنخدمو بها فضفت كذلك الدفعة الثانية من دقيق اخوتي وغادي نستمر ان شاء الله حتى غادي نكمل دقيقك كامل وكيفما قلت اولا كيما ذكرت سابقا فعيننا ميزانا يعني وخاتا نقولو عيننا ميزانا البهلدية اللي بدتك تجمع ولكن ضروري خص نضيف الدقيق لاني خصني ندلكها مزيان حتى تخرج هي الزيت ديالها يعني في هاد المرحلة راها تجمع ليه ولكن ضروري كيما قلت الاخت سلوا فضروري خصني نزيد لها الطحين وندلكها مزيان 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 باش تخرج هي الزيت يعني ذلك الزيت اللي دخلتو لها في الول كتعاوة تخرجو ليه وبيه كعطاني الطوع باش كنجمع العجينة شوفوا معايا اخوتي ان شاء الله كل شي بالمراحل فهنايا كنحاول ندلكها يعني بها الطريقة وغلاجتنا مديرة متعبة فنحطوها في سطح العمل مباشرة وندلكوها في يعني فوق سطح العمل من الاحسن يعني دلك ديالها شوية متعب ولكن مهم ماشي مشكل هنا اخوتي اه بنتبال اخوتي يعني اللي اللي كلقوا بحل دبق انا ما صراحة ما كنقدرش ندلك درجة عندي فقر الدم يعني كنلقى صعوبة باش انني ندلك اولا ندير شي بجهود فكندير واحد الوسيلة انتم ما غلتشوفوا معايا اخوتي يعني دلكت اللي قدرت عليه ولكن هي كيما قلت لكم خصت تدلك مزيان يعني مني كتت تدلك مزيان كتعدك التوع باش تجمعوا وكذلك يعني كتجي مشقة هذو مجرد اسرار يعني ضروري نذكرهم وكاعم ما شاء الله قال اخوات رك يعرفوا خلاص البهلة اه هنا البنات انا شنو كندير الحاجة اللي كتبحدة بمسال حلوة لخصت دلك فكندوزها في هاد اه في الحكاكة تنحكها على هاد طريقة يعني كتجي رائع يعني بحل دلكات يعني هنا يا بالنسبة الاخوات اللي يعني ما عندهم مش الوقت لدلك او لما ما عندهم مش الطاقة يعني كتدوزيها هكا في حكاكة ففي ساكة يعني في ساكة يعني في ساكة يعني في ساكة عدك التوع كيف ما شفتوا اخواتي فغادي نستمر ان شاء الله حتى غادي ندوز المكونات كاملة في الحكاكة يعني اولى العجين كامل هندوز ان شاء الله في الحكاكة كيف ما كتشوفو يعني كيهبط لي واحد الخالط اللي هو منساجم الان اخواتي الفورن ديالي خلاص راني مشاعله على مئتين درجة من قبل خسي يكون سخون غادي مني ندخل حلوة فغادي نطفل تحت نخلي غير الفوق شاعل الفورن ضروري يكون سخون من قبل ونخلي غير على مئة وثمانين درجة شوفو اخواتي ما ان شاء الله مني كتدلق فقط تعطينا الطوع الجمع كيف ما ذكرت اخواتي بنسبة الفورن راه داجا يعني شاعل انفو غادي نسالي ان شاء الله الطاوة ديالي فغادي ان شاء الله ندخل الفورن كيف ما ذكرت وغادي نقصو على مئة وثمانين درجة ونشاعل عليه غير من الفوق حتى تشققت بلينا هذي البهلات ديتنا تشقات ديكستاع نشعلو عليه لتحت اولا نهبطوه لتحت يعني كيف ما ذكرت هذو كاملين اسرار ان شاء الله هنا بنسبة البهلات دية نخص نضروري نوركو عليها بحال هات الشكل يعني بش ما كيجو نرش فراغات من الداخل كتجي كلها من ساجمة وعدك ساعة كنحاولو نعطيها واحد شكل كوراوي دائري على هات الشكل اخواتي كنبسطوه شي شوية وصافي حيث فيها الخميرام لاحسن ما نبسطوش بزاف بش ما تجيناش يعني محلولة بزاف فهنا كملت الكويرات ديالي ما شاء الله كتعطيه واحد الكمية يعني محترمة ديال البهلات وسهلة البنت لاحطوه ما نتغلت مش لش وقت هنا الان طابت لي يا راني غفلت عليها شي شوية شي شوية داها لي يا لعافية من الفوق ولكن شوفوا ما شاء الله كي كتجي كلها محلولة ولكن البنت والله العظيم واحد رائحة وما نعودش لكم يلا كتخرج حتى الزنقة ريحة القرفة ما ريحة الشكلاتي يا سلام منلي كتكون كالطيب كتحسب واحد رائحة رائعة في البيت ديالك فاسا في اخواتي كانت هدي تجربتي ناجحة وهذا هو تقديم ديالي لهذا الحلوة صراحة عجبتني بزاف صراحة زعماء انا صراحة البهلات اللي كان دير هي ديال الشوكولات العادية الشوكولات وزنجلان مع مري صراحة مجربت البهلات العادية ولكن عجبتني بزاف اللي بنتشوفوا ما شاء الله كتجي كلها مرملة وكتجي مشقة كتجي اسمح الله كتجي واحد الشكل صراحة جميل يعني لا شكلا ولا مداقا فكيفما ذكرت أخواتي كل أخت مبتدئة بغيتي تجربي شي حلوة وبغيتي تديري شي حلوة فدخلي بعينك مغمدين لهذا القناة وأكيد أكيد إن شاء الله اللي جربتها فغدي تصدقلك لأن سيدك سعطي ما شاء الله أسرار زعماء يعني كما كنقوله إحنا كل ما في جعبتها بخصوص يعني نجاح الحلوة يعني أسرار اللي ربما كيبانوا لك أنت يعني مش شي حاجة ولكن هي كتسقول لك هاشنو تديري هاشنو تديري فأنا صراحة مني كنمغني ندير شي حلوة فما كنت ترددش يعني قناة الوحيدة اللي كنتخليها قناة شاف سلواء الله يحفظها والله يبرك فيها وكانت هدوة طبيقي أولا تجريبتي لهذه البهلا شارك سامعكم أخواتي وإلى فيديو آخر إن شاء الله خليتكم فرحة الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة